السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايب البي سعد لي وقتكم يا رب اتمنى ان تكونوا بخير اليوم ان شاء الله حبايبي لحقدم لكم فيديو عن حلة فرنسي تقليدي فينانسي او ما يعرف بكعكة اللوز الفرنسية طبعا اليوم انا اللي حقدم لكم هو الطريقة التقليدية الكلاسيكية اللي ما في عليها اي اضافات ان شاء الله وبالمستقبل بقى بعطيكم الانواع التانية للفنانسية اليوم لحقدم النوع الطبيعي الكلاسيكي هي سهلة التحضير ولزيزة كتير ان شاء الله بازن الله انا متأكد انه لح تعجبكم واذا اعجبكم الفيديو لا تنسوا تحطوا اعجاب وتشتركوا بالقناة اذا ما لكم مشتركين وفعلوا زر الجرس لحتى يصلكم كل جديد بتنملكم مشاهدة ممطعة وهلا اخواني نجي للمقادير هلان اول شي عنا سكر 150 جرام معيو عادل 3 ارباع الكاسي بعدين في عنا الطحين طبعا الطحين لازم انه نخلو طحين 50 جرام تقريبا اقل من النص بشوي يعني فينا نقول الثلاث مش عم فيه كيف لازم ننخلو وكمان بنحط بودرة بودرة اللوز يلي ما عنده بودرة اللوز لازم يجيب اللوز ويضحنوا ضروري انه اللوز يكون موجود هو اساسي طبعا كاس كبيرة او 80 جرام في عنا على جنب 3 بياض بيض وعنا 130 جرام من الزبدة الحلوة ما بتحطوا زبدة مالحة قلت الزبدة قطعت على مكعبات وبدو يدوبها طبعا محط على نار وسط عين صغيرة شوفوا شلون لان احنا هلأ لح دوبها ولح ورشيكم كيف لازم يكون لونه ان شاء الله برجع لكم وهلأ مثل ما اكون شايفين تقريبا غليت الزبدة بس هادا الشي ما بيكفي طبعا وهلأ مثل ما اكون شايفين شوفوا بلاش ياخد اللون اللون البندق هذا هو اللي بدي يا اللون اللي عم ندور عليه بس اصير هيك لون بندق ما عطا مش الحال صارت وهلأ اخواني بدنا نحط الزبدة بس نستخدم معنا منخلة ولح ورجيكم كيف بسم الله مت معاكم شايفين حطينا الزبدة شوفوا ليش نحنا استخدمنا المنخلة لهذا السبب مش عن هذا نكبه وهلأ هون عنا الزبدة منخليها على جنب لحتى تبرد ضروري ان تكون بردة ما بصير تنخلط الزبدة صخنة مع المكونات بعدين منيجي لهون منضلعة ما نخلط فيها نخلط فيها هيك شوفوا شلون يصيروا لون واحد هذول السكر والطحين والأموند بودرة الأموند بودرة اللوز وهلأ بعد ما خلطنا هي بيض البيض منحطن هون مع بعض ومنخلطن مع بعض ونشوف الزبدة إذا بردت إن شاء الله منحطن فوقها لتصير العجينة جاهزة متل ما لكم شايفين إخواني حطيت بيض البيض وخلطتن منيجي شوفوا شلون قواموا بهذا الشكل طبعا صفيان الزبدة بالنسبة للزبدة متل ما قلت لكم لازم يكون لونها متل لون البندق محروقة شوي يعني صفيتة طبعا إحنا متل ما وضع لكم كيف وهلأ بدنا نحط الزبدة هون بس بدنا ننزلها على دفعات هلأ حطيت مسلا أنا هاي الكمية وبلش حرك لحتى تدوب الزبدة فيه لقطة كتير مهمة بالنسبة لبيض البيض إخواني أنا حطيت بيض البيض هيك دغري يعني فيه أسلوب تانية طريقة تانية نحنا بنشتغله بالمطعم إنه نبيض البيض ومنخفق له يصير شكله متل شكل الترج طبعا هاي الطريقة إلى وصفة خاصة إن شاء الله بالمستقبل بحط لكم ياها وفيه ناس بتحط جوز هند فيه ناس بتحط سكر ناعم أنا حاطة سكر عادي يعني فيه ناس تحط سكر ناعم كتير كمان هذا له وصفة خاصة إن شاء الله بالمستقبل بورجي كله الفنانسي إلى أنواع كتير وهلا لحضيف كل الزبدة إن شاء الله بنرجع مع بعض شايفين إخواني بعض ما حطيت الزبدة شلو نصار شكله هلا أنا بجيب آلة بس طبعا لازم ما تعبوا كله يعني لازم تعبوا بس لهون هيك يعني النص هلا بتشورجيكم كيف مثال بسم الله معلقتين منيح مو أكتر من معلقتين وهلا لحعبيهم بكمالة المول بكمالة القالب ولحطهم بالفرن على درجة حرارة 180 لمدة بين 15 ل 20 دقيقة وإنتوا بتشوفوا إذا بكن حطوا خمس دقيقة زيادة بتحطوا وعلى حسب بقى الفرن الفرن القوي بده 15 دقيقة الفرن ضعيف بده تلسعه 25 دقيقة حباب قلبي متل ما يكون شايفين هون هي طلعتها من الفرن بعد 30 دقيقة 180 درجة شايفين كيف طلعت إخواني بهذا الشكل شوفوا كيف مستوية من جوا أنا بس طلعة من الفرن بتريحوها 5 دقايق بعدين بعد 5 دقايق شوفوا شلو متطلع بسهولة طبعا الفضل بيرجع لزبدة الموجودة فيها هلا بس بقى شغلة أخيرة لحطها بصحنو زينا وورجيكم ياها طبعا شوفوا شلو الارتفاع بده يكون بهذا الشكل نجيب سكر ناعم بنعمل بهذا الطريقة هاي ترجمة نانسي قنقر